السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اليوم رح نتكلم عن اسم المرة واسم الهيئة طيب ما هو اسم المرة اسم المرة هو مصدر يدل على حصول وحدوث الفعل مرة واحدة ركز لي على كلمة مرة واحدة مرة يعني مرة واحدة طيب شلون نصيغة يصاغ اسم المرة من الفعل الثلاثي على وزن فعله 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 بفتح الفاء فتحه بفتحه بسكون مثل ضربه ضربه نظره نظره جلسه جلسه أي بمعنى مرة قامه قومه جاله جوله صاده صيده باعه بيعه رمه رميه ومن هذه الأمثلة الكثيرة لكل جواد كبوة ولكل إنسان زل طيب تجاوزت عن هفوة الصديق النظرة سهمون من سهام إبليس زرت المريضة زورة الآن لدي سؤال أين اسم المرة في هذه الجملة السؤال لكم طيب ملاحظة إذا كان المصدر الصريح على وزن فعلة فإننا نصيغ مصدر المرة على النحو الآتي المصدر الصريح زادا واحدة دعا دعوة واحدة رحمة رحمة واحدة إذا كان المصدر الصريح على وزن فعلة فعلة إذا أنا عندي مفعلة عندي فعلة يعني عندي رحمة ما عندي على سبيل المثال بيعة أو نظرة عندي دعوة طيب لازم نضيف لها واحدة دعا دعوة واحدة رحمة رحمة واحدة فلازم نضيف لها واحدة إذا كان المصدر الصريح على وزن فعلة على وزن فعلة طيب طيب رحمة رحمة واحدة اسم المرة من الفعل غير الفلافي المصدر الصريح زادا التاب طيب كتب تكتيب انكسر انكسار إذا أنا عندي كتب كيف حولها لها مصدر تكتيب وحط الهتاء النهائية صرت تكتيب انكسر شون حولها مصدر انكسار بعدين نضيف الهتاء صارت انكسار قطع هذا كف هذا الرباع قطع تقطيع بعدين نضيف الهتاء صارت تقطيع قطعة الواحدة من ذلك وإلى آخر يأتي بزيادة التاء في آخره وعلى مصدر الأصل ذكرنا قبل شوية كبرة كبرة تكبير تكبيرة اندفع اندفاع اندفاع انطلق حولها إلى مصدر يصير انطلاق بعدين نضيف الهتاء صارت انطلاق وإلى آخرين وإذا كان المصدر مختوما مختوما يعني بمعنى منتهيا بالتاء في الأصل فنأتي بمصدره المرة بوضع كلمة واحدة بعد هذه المصدر طيب الآن عندي مقاومة 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 طيب أنا عندي الفعل قاومة شلون نحوله إلى مصدر مصدر القاومة هو مقاومة طيب شون راح أعرفها انه هذه هي هذا اسم مرة حتى أقدر أعرف انه هذا اسم مرة لذا نضيفه إلى واحدة ليش؟ لأنه يتشابه نفسه فأنا شلون هعرفه لذلك راح نضيف واحدة مقاومة واحدة استفاد كيف أحولها إلى مصدر؟ استفادة هي مصدر وليست اسم مرة طيب كيف أحولها إلى مصدر؟ أقول واحدة استفادة واحدة صارت مصدر صارت اسم مرة يعني استفادة هي مصدر بس استفادة واحدة هلسة يلا صارت مرة نضيفنا واحدة الدلالة على أنها هذا اسم مرة طيب لا يصاغ اسم المرة من الفعل ناقص التصرف كانوا أخواتهم ملاحظوا مهمة جدا يعني عسى سحبت أذن من قدر نضيف له الاسم المرة طيب مثلا أكل أكل مصدره أكل فعله أكل رحمة واحدة رحمة رحمة هذه أمثلة على ذلك طبعا أمثلة يعني الآن رحمة رحمة هذا هو المصدر كيف أريد كيف أعرف أن هذا اسم مرة لازم أضيف له واحدة لأنه رحمة هي اسم مرة هي اسم مصدر هي مصدر أصلا فلذلك أنا لازم أضيف له واحدة دلالة على أنه اسمه مرة استشارة الآن عندي استشارة استشارة هذا فعل استشارة طيب المصدر من عندها استشارة زين شلون أعرف هذا اسم مرة لازم أضيف له واحدة فرح أصير استشارة واحد فرح أصير استشارة دلالة على أنه اسمه مرة أعيد مرة أخرى استشارة مصدر استشارة دون واحد يسم مرة الآن ننتقل إلى اسم الهيئة اسم الهيئة مصدر يدل على هيئة الفعل حين وقوعه إذن كيف كان الفعل بمعنى يصاغ من الثلاثة على وزن فعله بكسر الفاء هناك كنا نفتح الفاء أما هون فنكسر إذن الهيئة فيه كسرة الفتحة المرة فيه فتحة اسم المرة طيب يصاغ من الثلاثة على وزن فعله كسره جلس 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 أكله إكله شوف كسره وقفه وقفه كسره فيه كسره هون جلسه 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 جلسة المتواضع هيئة حدوث الفعل كيف كانت الجلسة كانت متواضعة هيئة حدوث الفعل وإلى آخره وإلى آخره من هذه الأمثلة باع بيع بيع اسم الهيئة من الفعل الثلاثة على وزن فعله بكسر الفاق هذا بعد ما ما نحتاج معيد به طيب يقول مصدر الهيئة من غير الثلاثة على النحو التالي المصدر زادا مضاف إليه الصفة إذا كل كان كأن يأتي اسم الهيئة على وزن المصدر العادي للفعل مع وصف هذا المصدر أو إضافته استقبله استقبال الأصدقاء استقبال الأصدقاء هل هي فيه إضافة إذن معرف بالإضافة من اسمه بعيد الملاحظة يقول مصدر الهيئة مصدر الهيئة من غير الثلاثة على النحو الآتم المصدر زادا مضاف إليه يعني أنا عندي كلمة استقبله استقبله هذا الفعل غير ثلاثي يعني أكثر من ثلاثة طيب هذا الفعل الغير ثلاثي ما أقدر أسوي فعله لأنه هذا رباعي أو أكثر طيب كيف راح أعمل اسم هيئة جواب نضيف المصدر مالته مصدرة ناخذ المصدر من عنده بعدين نحول نضيفها إلى نضاف إليه فاستقبله استقبال هذا المصدر ونضيف له نضاف إليه نقول استقبال الأصدقاء أو استقبالا حارا مصدر زائدا صفه أو زائدا مضاف إليه طيب إذن 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 هذا هو بالنسبة لإسم الهيئة ملاحظة هنا مهم لا تنسى الفرق بين بين المصدر السريح وإسم المرة وإسم الهيئة إذنılarEN أنا عند لحد الآن ثلاثة أشياء انطلقت انطلقت الطائرة انطلاقا هذا مصدر بس انطلق الصاروخ انطلاقه هذا اسم مرة لأن فتحه انطلاقه انطلق الصاروخ انطلاقة البرق اسم الهيئة لماذا؟ لأنه مضاف لأنه مضاف نعيدهن مرة أخرى انطلقت الطائرة انطلاقا هذا مصدر انطلقت الطائرة انطلاقا خلص ما عند اي دليل هي مجرد انطلاقا هذا مصدر عادي انطلق الصاروخ انطلاق فتحه انطلاق مو انطلاقا لان المصدر دائما يكون بتنوين فتح هذا يجب انطلاقا انطلاقا مثلا و الى اخره من هذه الامور طيب انطلق الصاروخ انطلاق هذا اسم مرة طيب انطلق الصاروخ انطلاق البرقي مصدر زائد المضاف إليه هذا هو اسم هيئة اسم هيئة